وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم اثنين اثنين أمام واجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعاً أن يأتي فقال لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئات لا تحملوا كيساً ولا مزوداً ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق وأي بيت دخلتموه فقولوا أولاً سلام لهذا البيت فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلا فيرجعوا إليكم وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم لأن الفاعلة مستحق أجرته لا تنتقلوا من بيت إلى بيت وأيتا مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله وأيت مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لسخ بنا من مدينتكم ننفضه لكم ولكن أعلموا هذا إنه قد اقترب منكم ملكوت الله وأقول لكم إنه يكون لسادهم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالاً مما لتلك المدينة ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدة لأنه لو صنعت في صورة وصيداء القوات المصنوعة في كما لتابتا قديماً جالستين في المسوح والرماد ولكن صورة وصيداء يكون لهما في الدين حالة أكثر احتمالاً مما لكما وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهوية الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني فراجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشيطان تخضع لنا باسمك وقال لهم رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرط من السماء ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المصرة أمامك والتفت إلى تلميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب ولا من هو الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له والتفت إلى تلميذه على انفراض وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكاً أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وإذا ناموسي قام يجربه قائلاً يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب أجبت افعل هذا فتحي وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال اليسوع ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلاً من أوروشليم إلى أريحة توقع بين لصوص فعرّوه وجرّحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت فعرّض أن كاهنن نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله وكذلك لوي أيضاً إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ولما رآه تحنن فتقدّم وضمض جرحاته وصب عليها زيتاً وخمراً وأركبه على دبته وأتى به إلى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوع أوفيك فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريباً للذي وقع بين اللصوص فقال الذي صنع معه الرحمة فقال له يسوع اذهب أنت أيضاً واصنع هكذا وفيما هم سائرون داخل قرية فقبلتهم رأة اسمها مرثى في بيتها وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه وأما مرثى فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت وقالت يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي فقل لها أن تعينني فأجاب يسوع وقال لها مرثى مرثى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها مرثى 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 شكرا